طيب بمناسبة اوغاستي بوش المدرب الكبير جدا زي ما قلت لكم بقى اسمي كبير في الرياضة المصرية حقق ايه بقى؟ حقق كل البطولات اللي عيبة مع النادي الاهلي الموسم ده علامة كاملة كسب ايه؟ بوس يا سيدي كسب واحد بطولة منطقة الكهارة دوري المرتبط كأس مصر البطولة العربية دوري السوبر والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لكرة السلة اللي بتشرف عليها طبعا NBA مفيش بعد كده روعة مدرب يعمل أكتر من كده المدرب ده مدرب كبير مدرب رائع هتقول لي ايه بقى اللي يبسطك في الحاجات دي؟ هقولك يبسطني لما بنجيب ناس أجانب ويدفلنا يضيفوا ما يبقى شو حد أجنابي وخلاصي احنا مش عايزين أجنابي وخلاصي ما تعديش كده تقول لي أجنابي وخلاصي الرجل ده ضاف لينا ضاف لكرة السلة المصرية سواء مع نادي الزمالكة أو مع اللعبة بشكل عام ضاف بشكل عظيم جدا زي كالوس كروش مع منتقى خماص لكرة القدم ضاف لينا ضاف في أجانب كده يضيفوا منوي جوزيه ضاف للكرة المصرية بريرة ضاف للكرة المصرية موسيماني ضاف للكرة المصرية في أجانب يضيفوا للرياضة المصرية ده أضاف كثيرا جدا وخلنا ناخد خطوات كثيرة جدا للأمام في اللعبة بشكل عام مش بس النادي الأهلي دلوقتي فده مدرب له اسمه الآن أنا متأكد مدرب ده وما ماشي في الشارع الناس بتتصور معي مش كتير مع كامل الاحترام طبعا لكل الأسدزة والكبات والأساطير في كرة السلة وفي الكرة اليدة وفي كرة الطائرة هي هتبقى كرة القدم هي صاحبة الشعباء الأولى فالناس تبقى عارفة الناس وهي ماشية بتوع كرة بتوع كرة القدم لكن ده لو مش في الشارع مش هتلاقي أعلم من بيت سو موسيماني ناس كلها عارفة وناس كلها تجريع عليها والناس كلها فرحانة بيه بالنسبة لجميع النادي الأهلي بكل تأكيد فمدرب عظيم مدرب عظيم بالمعنى الحرفي للكلمة مدرب كبير ورائع جدا